هذا الأيام كنت نشر واحد الخبر بأنه واحد المستثمر في بلادنا يمكن أن نذكره بمباردية بأنه يتراجع وينسحب بالاستثمار من المغرب وهذا خطأ هذا غير صحيح صحيح أنه هذا المستثمر الدولي مع مستثمرين آخرين كيتفاهموا لي إعادة هيكلة الاستثمارات دوليا هذا شغلهم ولكن نحن وطنيا الاستثمار في بلادنا باقي والتشغيل هذا المستثمر باقي ومعامله باقية وإنما يعيد نظام نظام خريطة استثماراته دوليا دون المساس بالاستثمارات في بلادنا لأننا لم نفهم هذا الشيء نحاول أن نتوحد الأخبار التي تشكك لدى المواطنين ولدى الفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين ولدى السياسيين كتدير ضلل من الشك فلذلك دائما أقول الإعلام كي يقوم بواحد دور كبير وكنحيي رجال ونساء الإعلام الموجودين علينا ولكن نريدهم أن يتحلوا بدرجة عالية من الإيجابية